بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا بحضراتكم اختار شركة ايه علشان ابدأ الشغل معهم هل اختار افتي ام او ولا سيتة ريدرز ولا افتي وكي ولا ناس كتير جدا وحاجات كتيرة جدا يعني انا عن نفسي عندي اكتر من 200 شرك يعني انا مثلا ممكن اشرح لديكم مثلا 50 شركة 40 شركة لكن انا بكون قريدي اطلعت على حوالي 200 شركة في شركات بقول لا يعني ما الافضل لانا لا اشرح فيها شيئا لان حتى لا يكون محتوى القناة كبير وضخم ويدعو للتشتت تمام احنا بنحاول نساعد بحيث ان المتاجر في الاخر ممكن اعرض لك كل يوم خمس شركات كل يوم خمس شركات غير الخمس شركات اللي قبل كده فتجد في الشهر انا عرضت لك 150 شركة هتعرف تشتغل مع اي شركة مش تعرف تمام لا انا لازم اقول لك كل شركة اقول لك المساوي المزايا لكل شركة افتي ام او لا شك انها شركة ممتازة للغاية لكن انا من وجهة نظرك علي يوسف ليست الشركة رقم واحد طيب ليه معقولة افتي ام او ليست رقم واحد يا راجل ده انت بص لما تهبط بالاسفل يقولك ان تم السحب منها 130 مليون اه هي بالنسبة لي ليست الخيار الاول ليه هقولك ليه هي شركة محترمة وكل حاجة لكن انا عندي اا ملاحظات حول افتي ام او اا انها اا ثابت لم تغير قواعدها منزو الاف السنين يعني اا مش عارف اا مش معندهاش مسألة مرونة الفكر تمام وده يعيب اا الشركة ان هي اا شايفة شركات كتير جدا بتستحوز على حصة سوقية وهم زي ما هم مش عايزين يغيروا القواعد الخاصة بهم لسه فكرة التلاتين يوم والستين يوم مسيطرة عليهم وانا اعتقد ان بنهاية عام الفين تلاتة وعشرين لو فضلت هذه الفكرة مسيطرة عليهم مش هيدخلهم حد مش هيدخلهم حد ليه لان في شركات اخرى اا بدأت تظهر على الساحة وهنقول اا هذه الشركات بدأت تاخد فعلا حصة سوقية وتسحب اا يعني متجرين كسرين من افتي امو افتي امو جيدة وكل حاجة لكن فيها بعض المساوي اا اولها ان مسألة المراجعة اليدوية ديت لابد ان يكون هناك عملية اسراع اكتر من كده يعني المرحلة الاولى وبعد كده ينقلك للمرحلة التانية دي مفهاش مشكلة دي ممكن ما بتاخدش وقت كبير لكن بعد ما بتنتهي من المرحلتين بتاخد وقت كبير جدا علشان تستلم الحساب الفاندد دي ابرز عيوب اا 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 كمان مسألة التلاتين يوم وستين يوم ان انت تدخل وتدفع اا فلوس فخلاص تخسر اا الحساب لو لم تحقق التارجت تمام واحنا عارفين ان نسبة النجاح في تقييمات افتي امو لا تتعدى الاتنين بالمئة تمام فانت لما بتدخل شركة اا اا لابد ان هو يكون احتمالية النجاح الخاصة اا لك تكون احتمالية كبيرة ما تتحكش على نفسك الا لو انت بقى متمرس لمسألة اا اجتياز التقييمات الموضوع صعب حتى لو انت في سوق الفوركس والناس اللي داخل التقييمات تعرف كده يعني انت ممكن في سوق الفوركس تكون بتحقق خمسين بالمئة كل اا تلاتين يوم ولا خمسين يوم تمام تيجي اا يكون عليك الزام في افتي امو ان انت تتحقق عشر بالمئة متعرفش تحقق العشر بالمئة متعرفش لان وجود الزام ده الواحده اا مشكلة عمل لك لود عمل لك ضغط عليك تمام ان انت لو ما حققتش الكلام ده هتخسر حسابك تمام فانا بالنسبة لي اا كعلي يوسف لا انا عندي افضل شركتين بالنسبة لي اا هم اا افتي بلص اا اا ا ا مافندد اف اكس يعني دول افضل شركتين بالنسبة لي مافندد اف اكس ولا فت بلص وبالفعل انا كعلى يوسف اغلب حساباتي او مش اغلب حسابات يعني انا واخد من هذه الشركة بربعمية الف وواخد من بستمائة الف حسابات تمام فواخد من الاتنين دولت واخد مليون دولار في وفت بلس مش عاوز باقي الشركات اضحك عليك مش عاوز ولو دخلت باقي الشركات داخل كده حاجة زيادة لكن الاساس عندي هي وفت بلس مش هضحك عليك تمام باقي الااكوانتات بدخلها كده زيادة. تمام? لكن لو بما الشركتين دول بالنسبة لي حاجة آآ غير طبعية. تمام? ليه? لان الشركتين دولت بيخبوا شيئا ما آآ مع علي يوسف. ايه هو? اللي هو ان الحساب انا واخده يعني بمعنى ايه? ان الحساب يا جماعة اهو انا مش مضطر تلاتين يوم ولا ستين يوم اهو المدة unlimited. اعمل الثمانية بالمائة ديت وقتنا اشاء. وبالتالي مش هخسر الحساب. تمام? اول ما تسمع كلمة unlimited تعرف ان انت كده مبدئيا ان شاء الله مش هتخسر الحساب. ليه مفيش ضغط عصبي عليك. اشتغل كما يحلو لك لغاية ما تعدي الثلاتاشر بالمائة تستلم الحساب زي الفل. انا بالنسبة لي كعلي يوسف آآ الشركات اللي هي الليمتد دي انا كويس. انا اشتغل معها. تمام? لكن الشركات اللي بتقول لي مدة لما يكون معايا فائد من المال. ليه? انت داخل على اه احتمالية اللي انت تخسر الفلوس. ما حققتش التارجت. تمام? فلازم يكون معايا فائد آآ من المال وإلا سأصاب حالة من الاكتئاب الشديد. آآ المدة خلصت وانا ما حققتش. تمام? هي دي مشكلة الشركات اللي هي المحدودة. طيب. يبقى اول شركتين انا برشحهم هي ماي فاندد اف اكس و اف ت بلس. دول افضل شركتين بالنسبة لي. انا انا جربت ودخلت معاهم. وشركات آآ زي الفل. تمام? طيب. لو واحد مسلا آآ عاوز يدخل بقى شركة زي ما يقوله ايه? تقصر الدنيا. ان هو يقدر يسحب منها صحوبات كبيرة. لكن عندهم ايضا آآ تقييمات. وعندهم اللي هي unlimited. تمام? لكن شركة آآ فعلا في متجرين سحبه منها آلاف آلاف الضلالات. ويمكن اكتر شركة بيتم السحب آآ منها في الاوينة الاخيرة. هي شركة آآ تي اف تي. تمام? فلو انا راجل بقى بيدخل بلوت آآ كبيرة في وقت قصير. هيكون الخيار بالنسبة لي هو آآ آآ تي اف تي. لا على طول. ليه? لما تدخل آآ الليدر بورد الخاص به زي الشركة. تجد آآ صاحبنا ده سحب ستة وخمسين الف آآ تسعمية سبعة واربعين. وده خمس وخمسين الف تسعمية اربعة وتمانين. وده خمس وخمسين الف تلتمية تلاتة وعشرين. وده اربعة واربين الف مية وتمانين. لما تهبط كده بالاسفل تلاقي ده تسعة واربعين وده تنين واربعين سبعة واربعين. بص ده مية وتناشر. هاتلي شركة الشهر الماضي حد سحب منها مية وتناشر الف. مش هندحك على بعض. مش هندحك على بعض. مفيش شركة في العالم تم السحب منها مية وتناشر. واحد تاني سبعة وتمانين واحد تالت واحد وتسعين. طبعا خلي بالك ده واحد واربعين وبتاع. بس خلي بالك ما تقارنش نفسك مع الناس ديت. يعني بس حتى لا تزلم نفسك. ليه? انا برضو اتكلم بقدردش كده مع احد الاصدقاء وقاعدين كده في زي ما يقولوا ايه اا اعدة صفة. فقلت له تصدق اا تي اف تي اا في ناس بتسحب منها مية الف وتسعين الف وتمانين الف. لقيته تقمص الدور. وقال لي انا ان شاء الله هسحب منها خمسين الف الشهر اللي جاي. يا ابني مش كده. انا بقول لك في ناس في ناس سحبت. فانت اه الطموح حلو مفيش كلام. بس حتى اا يعني ما تجرحش مشاعري وتقول هالا. يعني خليها مع حالك. يعني انت لما قص اا خدها قاعدة. ما تقولش لا ايه حد على ارباحك. ولا تحكي لأحد ان انت ناوي تعمل ايه. دي خدها نصيحة مني. خدها. يعني اه حتى ايه كالناس تقول لك ايه. ما تظهر ارباحك. ما تظهر الصحبات. ليه. ليه يعني. ليه اظهرها ليه. وكذلك اا بالنسبة لك. لما تكسب من شركة وتسحب منها اكتر من مرة. وربنا يكرمك خلاص. ده رزقك. فهم. بلاش تنشر الموضوع. بلاش اا تقوله. الشركة دي حلوة. الشركة دي حلوة قوي. وبين وبينكم عايز اا اجربها في الحسابات اللي هي الربعمائة الف. لان برضو الموضوع جماعة. يعني ايه ادفع اا الف والفين دولار واحصل على اا مية واثناشر. ده مرة واحدة. ده ده سحب واحد. ده ده خيل بقى ممكن يسحب بقى مية في خمسين في ستين. اتلاقي ايه. صاحبنا ده اخر السنة اا سحب له امتين تلتمية الف. يعني ايه الكلام ده يا جماعة. الكلام ده ما درسناهوش. بس بقى الزكاء لما تشتغل مع شركة زي دي. خليها هي اللي تصرف على نفسها. يعني ايه هي اللي تصرف على نفسها. لو الاستراتيجية الخاصة بيك تسمح انك تدخل حساب معقول خمسين الف مية الف. وبعد كده لما ربنا يكرمك اا من حساب الخمسين الف ده يبقى فاندد. وتربح منه. اا تكسب تدخل بقى الحسابات الربعمية الف والمية الاقيب. انت في الاخر دفعت ايه? دفعت حق الخمسين الف او اا المية الف. فهمت الموضوع? وتحسبها كده والله انا الاستثمار الخاص بيه هدخل حسابات في هذه الشركة اا مثلا بخمسمة دولار بالف دولار. ايه هو العائد خلال عام? لازم تحسبها في اي شركة انت بتدخلها شركة تمويل. لازم تحسب. انا هدخل الشركة ده. خلال عام هقدر احقق قدي ايه? تمام? فدي شركة من الشركات المحترمة جدا. واللي يجب انك تدخلها اا ان شاء الله. وتدخل بقى الحساب بقى خلي بالك لازم تشوف الناس اللي هي روح الديت. هو الراجل ده كان اا داخل في حساب ايه? يعني الراجل ده مثلا ايه ده او. اا ده كسب حساب ربعمية الف. تمام? حساب ربعمية الف. تمام? تعالى بقى نشوفه هو بيدخل صفقات ايه? اه ده غاوي دهب. ده الراجل ده غاوي دهب. بسم الله ما شاء الله عليه. بيدخل عشرين لط دهب? لا يا جماعة الشركة دي انا شكلي كده مش اعرف ادخل فيها. لازم يكون فيه طاكم طبي معايا عشان اعرف ادخل واعمل الكلام ده. هو الله العظيم. يعني عشرين لط دهب يا جماعة في ايه? هو بجد يعني علمونا الكلام ده. يعني يعني دونا دورة كده في ازاي ان انت تعرف تعمل اربعين لط. يا جماعة صعب الكلام ده يا جماعة صعب. والله العظيم. اربعين اربعين لط. ايه ده? بص بص بقى. اه بص الربح بقى. بص اهو. هو خيبان في كل الصفقات. بس هي جات معا مرة. فاهم? يعني انت لو لاحظت هي جات معا طفرة كده. فكسب في الصفقة دي تمانية وتسعين الف ستمائة اه ستمائة امانين. افرح يحسين هيس يحسين كما يقولون. صفقة تمانية وتسعين الف ده خلاص. والصفقة دي خمسة وخمسين الف. والصفقة دي ستين الف. بس بص لما بيخسر واحد وستين الف. يا جماعة هلا. وبيخسر واحد وثلاثين الف. انا عاوز اقول لك ان انا خسرت من حوالي اه اه تلت شهور اه ستة الاف. ما خسرتش الحساب والله. انا خسرت ستة الاف. والله مانمت. قعدت يوم مين مانمش. هو اه ما يعني اه اه والله الستة الاف كانوا اه من الربح. يعني انا كسبان في الشركة وخسرت بقى 6000 والله ما نمت يومين وعدت بقى تقنيب الضمير وازاي تعمل في نفسك كده وكنت داخل بتلاتة لوت ستاندر وقلت ايه ده ايه اللي فتيره اللي انا فيه ده تلاتة لوت ستاندر الله العظيم حاجة مذهلة تلاتة لوت ستاندر حسيت ان انا ارتكبت جريمة ببالك الرجل اللي بدخل 40 ستاندر يا جماعة فيه ايه فيه ايه بجد الناس دي صعب الموضوع صعب بص حتى يخسر 57 يكسب 51 كون ان الشركة سمحة بالكلام ده ده يحسب لعزيز شرك ان سمحة الرجل ده يشتغل بعزيز طريقة ده يحسب لك بص خسر 26 بعد كده خسر 8 بعد كده كسب 10 كسب 14 خسر 2000 كسب 5 كسب 9 فهي الطريقة بص طالما الطريقة ايه ده ده اكيد تاب خلاص بص داخل بقد ايه ده كده تاب يعني اه ده على اليورو دولار مش على يعني بص بيدخل على الدهب بقد ايه وبيدخل على اليورو دولار قد ايه يعني وانت خايف من اليورو دولار يعني حاجة والله تدعو للدهشة يعني انت داخل في الدهب بكل هذه العقود وخايف مليورو دولار اللي اساسا ما بيتحركش عجبتو لك يا زمن طيب خلينا بقى يبقى الشركة دي لو انت غاوي هاي ريسك الشركة دي مناسبة لك لو انت غاوي بقى ادخل سكاربينج عنيف انا بقول لك كل شركة والمزايا الخاصة بيها تمام فتي ام او لو انت بتعرف تعدي تقييمات خلاص فتي ام او تمام لو انت عاوز تدخل ومش عاوز بقى تدخل مسألة التلاتين يوم وستين يوم خلاص يبقى افضل شركتين بالنسبة لك هي لو انت عاوز تدخل بقى وعايز تربح وانا لسه هنتظر يا استاذ علي لما ان شاء الله خطة مستقبلية انا عايز اكسب الشهر ده خلاص يبقى انت هيدخل اا اا مش افت بلس اا تي اف تي تمام تي اف تي لأ هتكسب الناس اهو الداشبورد بيقول ان في ناس بتكسب مكاسب غير طبيعية ربنا يبركلهم في اا رزقهم تمام اا ايضا في اا شركة محترمة وهي اي ايت يعني كان ناس كلمولي في ايت ممتازة جد تمام اا الكميشن الخاص بيهم اا كان عالي وبدأوا يعالجوا هزي المسألة وميزة اي ايت بقى بتقول لك اي اي اشتغل كما يحلو لك ما فيش اي مشكلة اا بالنسبله وعندهم طبعا هم اضافوا الحساب ده اللي هو المتين وخمسين الاكستيندد ده ده ممتاز جدا ان هم اجعلوه ستين يوم ومية وعشرين يوم ده برضو من الحسابات اللي برشحها وبقوة المتين وخمسين اا الف ده واكستيندد ويه تسعمية تمانية وتمانين دولار كوبون كوبون خصم مشغال يالت لو حد يعرف كوبون خصم مشغال في اي ايت يخبرنا بهذا الامر اا طبعا اا التراجع اليومي اا اتناشر الف وخمسمية والتراجع الكلي خمسة وعشرين الف وميزة التراجع كله انه تراجع ثابت من الرصيد تمام فكون ان انت خمسة وعشرين الف تراجع كله واثناشر الف وخمسمية والترجة المطلوب منك عشرين الف ثم اتناشر الف وخمسمية ومشاركة الارباح تمانين بالمائة تزاد الى تسعين بالمائة طبعا شركة محترمة وناس كتير سحبت منها صحبات جيدة للغاية تمام ميزة الشركة الرئيسية اللي هو السحب الاول بيكون بعد ثمانية ايام وده طبعا كانت حاجة طفرة غير طبيعية الى ان ظهرت طبعا هم عملوا البالانس من التراجع من الرصيد الاساسي تمام لكن هم كانوا مكتبين فوق مسألة التمانية تمن ايام تمام اللي هو السحب بعد ثمان ايام اول مرة بعد كده كل اسبقية قبل ان تظهر اف تي بلاص وتستحوذ على اسرع شركة في الدفع كانت اي ايت حاجة مكسرة الدنيا تمام لكن هذا لا يمنع ايضا ان اي ايت سريع جدا في مسألة الدفع تمام طيب طبعا تمانين عشرين وبعد كده يصبح تسعين بالمئة طيب خلينا بقى نتناول شركة اخرى انا قلتلك برضو ميزة اي ايت ان انت الدفع سريع دي اول حاجة وتاني حاجة ان انت التراجع كبير اتناشر الف وخمسمية وخمسة وعشرين الف وثالت حاجة وده الاهم ان انت اشتغل كما يحلو لك مش هيقولك انت بتشتغل بستراتيجات ايه تمام ايضا بيسبوك بيسبوك من الشركات القوية اللي ظهرت في الفترة الاخيرة واللي ابهرتنا جميعا طبعا بيسبوك بتتميز ان هي من افضل الشركات اللي بتعطيك تراجع كبير جدا عندهم حساب ممتاز جدا التراجع الخاص بيه هو عشرين الف تمتخيل اللي هو الحساب الربعمية تعال كده اه دي الربعمية او الكلاسيك الكلاسيك ده ربعمية بكام بألف تمنمية تسعة وسبعين احنا كلينا كوبون خاص من 16 بمئة ريت تجربوه وهو الشركة الشركة دي عمتا بتعمل كبورنات قسم على طول تمام الليفردج واحد الى ستين ثلاثة ايام ومطلوب منك تمانية بالمئة وبعد كده خمسة بالمئة والماكس لوز عشرة بالمئة تعالف يعني ماكس لوز عشرة بالمئة في حساب بربعمية الف يعني انت ما تخسرش اربعين الف دلار اربعين الف دلار ده كتير جدا ولما بيقول لك خمسة بالمئة من الرصيد الاساسي فمعنى كده دلما بيقول لك عشرين الف من الرصيد الاساسي يعني اي ربح انت هتحققه هيزاد الى هذا التراجع فطبعا ممتازة الميزة الرئيسية في هذه الشركة اللي اغلب الاجانب لم يقولوا عليها انها الشركة تقريبا الوحيدة انا ما شفت الشركة غير كده ان انت لو خسرت الحساب يعني انت الحساب اصبح وربنا قرمك وخسرت الحساب وفي ربح مثلا عشرة الاف دولار بتحصل على نسبتك رغم خسرتك للحساب كل الشركات تقول لك لا انت انتهكت الحساب مالكش فلوس عندنا لا دي الشركة الوحيدة اللي هتدفع لك تمام حتى لو انتهكت الحساب بتاعها بتدفع لك كاخر ضفعة تمام وبعد كده تسقل لك الحساب فدي طبعا تحسب الى الشركة كل الشركات دي احنا تناولها بالتفاصيل التفاصيل تمام طبعا ممنوع في هذه الشركة اللي انت تشتغل بطريقة المضاعفات وايضا TFT ممنوع المضاعفات واحنا قلنا ازاي تشتغل فيها بطريقة المضاعفات TFT وكذلك هذه الشركة اللي انت اتوحد اللوت وتاخده اكتر من مر تمام دي عشان ايه تتجنب ان الشركة تسقل لك حسابك بسبب اتباعك لأسطوب المضاعفات ثم انا نجد احد الاصدقاء يقول لك لا انا عايز اشتغل شغل استثماري ان انا مثلا اخد الاكاونت اللي هو ال vip ادفع مثلا 800 دولار بالخاص من 20% او انا عملت 100% هذا الخيار مهم جدا لاي متاجر في العالم ان هو يكون مستثمر ان هو يشتغل وخلي بالك الناس بتدخل ايضا مضاربة في هذه الشركة يعني هي ليست استثمار فقط لا مضاربة واستثمار لكن كون ان انت تدفع زي ما بيقولوا كده ايه مبلغ بسيط جدا وتحقق ارباح طائلة ده امر ممتاز جدا خصوصا ان هو عندهم ميزة ان دي مرحلة واحدة انك عاوز تعمل 8000 دولار فقط لا غير علشان تستلم الحساب دي ميزة طبعا ميزة وبعد كده اعمل المئة بالمئة علشان تحصل على 703 الف دولار تمام اه طبعا وعندهم ميزة بقى ايضا ليه اعادة تحدي ان انت لما تفشل ان شاء الله بدل ما تدفع 900 دولار او 800 دولار لا انت هتدفع 300 دولار تمام دي بالنسبة للناس اللي هي عايزة تدخل مرة واتنين وثلاثة فيقول لك الله انا ممكن انجح في التقييم بعد ثلاث مرات يحسب 800 زائد 300 زائد 300 اه يبقى انا دفعت 1400 وحصلت على الحساب لما اعمل 10% هستلم 6000 دولار هل الامر مجدي طبعا الامر مجدي تمام فهي بتتحسب كده وفي البعض يقول لك لا انا هشتغل مع city traders city traders طبعا من الشركات العريقة افضل حساب عندهم اللي هو الانستان فاندينج احنا معترضين عليه علشان الحقيقة مبالغ فيه اسعاره عالية قوي تمام لكن انستان فاندينج ده ممتاز حساب ممتاز جدا خصوصا ان الشركة معاها لغاية بقى زي ما يقولوا اربعة مليون دولار فاربعة مليون دولار حساب باربعة مليون دولار ده امر ممتاز للغاية تمام طبعا حساب باربعة مليون ايه حسابين كل حساب باثنين مليون تمام لانه حتى اثنين مليون فانده يكون لك حسابين كل حساب باتنين مليون رفع عندهم واحد العشرة تمام الماكس أبسولتي درو داوين خمسة بالمائة من الرصيد الأساسي تمام فلو انت هتعرف تشتغل معاهم بهذا المفهوم خلاص طيب واحد لا يملك رأس مال كبير طيب ما تدخل معاهم اللي هو الحساب العشرة تلافة تمام بتسعة وتسعين دولار ده أمر ممتاز طبعا أمر ممتاز وكل ما تعمل مائة بالمائة زي ما بقولوا كده ايه هترتقي ترتقي لغاية ما تصل إلى الاتنين مليون دي فكرة طبعا فكرة استثمارية ممتازة جدا واحد يقول لك طب يا أخي ما أنا أضعهم في حسابي في الفوركس وأحقق ملايين الدولارات كنت عملتها مش هندحك على بعض كنت عملتها تمام احنا أغلبنا عايزين حد مش يوجهنا حد يلزمنا يبقى عمل لنا كده قواعد ونمشي عليها ده أغلبنا وإلا كلنا حققنا ملايين الدولارات من الفوركس مش عايزين يضحك على بعض إضافة إلى الترقية النمو الترقية والنمو ده لأ انت كل ما تعمل عشرة من المائة هيتم تركيتك لكن انت المئة دولار لما تعمل عشرة من المائة في سوق الفوركس هيبقوا مئة عشرة لكن هنا لأ انت الحساب بيتم تركيته الحساب اللي هو العشرة تلاف لا هيبقى عشرين لا خمسة وعشرين وهكذا يعني مثلا الحساب المائة ده يفضل بقى الأول كان عشرين تمام أول ما تعمل عشرة من المائة تركي إلى المئة ألف تمام فمئة ألف ده ده أمر ممتاز جدا مش عشرة من المائة فأول مرة عوزنا تسعة بالمائة تمام هو ما عملنا في الأول تسعة بالمائة وبعد كده النمو شرطه بعد كده ان انت تعمل عشرة بالمائة تمام هو كتب لك بقى البروفيت بيوصل لمائة بالمائة يعني آخر مرحلة انت تحصل على مائة بالمائة تمام فشركة محترمة شركة محترمة جدا وتقدر تشتغل معه ما فيش اي مشكلة في ذلك لكن هل انت هتطيق مسألة الواحد الى عشرة في حاجات كتير كل شركة ولها مزاياها وعيوبة وانت بقى تشوف هل المزايا هذه الشركة هتناسبني من حيث الرفعة من حيث الاستراتيجيات من حيث حاجات كتير من حيث انا اخد منهم حساب بكام تمام والتراجع اليوم كام والتراجع الكل كام والتراجع الكل ده متحرك ولا ثابت في حاجات كتيرة جدا لازم تعمل لها مقارنات بحيث ان انت تشوف هل الكلام اللي بتعمله الشركة ده مناسب للإستراتيجيات الخاصة بيها وهنجح معاهم ولا لا تمام يعني دي اجلب الشركات اللي بنقول عليها شركات ممتازة ايضا اف تي و كي وغيرها من الشركات ليس معنا عدم ادراج شركة في هذا الفيديو ان هي شركة سيئة بس احنا بقول الشركات اللي هي بتستحوز على جمهارية كبيرة تمام طبعا هم هي فوركس فاند طبعا بتستحوز على شعبية كبيرة للغاية تمام لكن انا بقول لك كل شركة المزايا والعيوب عايز تكمل معا اي شركة فيه شركات بتعمل عروض عروض ممتازة زي مثلا زا تريدينج بيت العرض الخاص بيها عرض ممتاز تي اف تي عرضها مهمة جدا تمام ايضا ماي فاند اف اكس كل العروض دي حاول تستفيد بيها يا استاذ علي انا عايز ادخل مع شركة واحدة وايه الماني انت تدخل مع شركة واثنين وتلات وتجرب مع دي وتجرب مع دي وتجرب لا تلزم نفسك بشركة واحدة تمام مفيش حد ضامن حد خليك مع تلات شركات اربع شركات خمس شركات بحيث لما ربنا يكلمك ويكون معاك حساب فاندد دي هتسحب منها الفين دولار ودي تسحب منها الف دولار ودي تسحب منها خمس تلاف ودي فاهم حتى في الصفقات نفسها يعني زوج عملة انت شايف ان هو اتجاه صاعد واشتريت في هذه المنصة واعكس عليك تقدر تدخل في المنصة الاخرى وتشتري نفس زوج العملة يبقى استفدت تمام دي احدى برضك الطرق اللي هي تؤدي الى تعظيم الارباح من خلال حسابات متعددة في شركات التمويل تقدر تشترك بقى في شركات التمويل هتلاقي في ديسكريبشن بالاسفل الشركة اللي انت عاوزها ادخل فيها وان شاء الله خير